من مزاج سياسي مضطرب إلى مزاج السلاح المنفلت يلعب في العراق عبثا وكاتيوشيا واغتيال مزاج واحد لا غير تنطق به ألسينة الباحثين والمراقبين لخطر وضع العراق في ساحة الموت والتصفيات على يد ميليشيات الانفلات ولأن ساحة لا دولة تصول وتجول وتتقنع وجوه السياسة والهندام الجميل إلا أنها في مزاج يسمح لها بإنتاج ميليشيات مفلتة ليست في السلاح فحسب بل في دعم فصائل تجد في إيران سلدا كافيا لأن تجعل العراق منتجا للمخدرات وإيران هنا تلعب دور القطبة البعيد عن الاتهامات إذ أن الوسيطة هي الميليشيات التي تستغل حدودا مليئة بثغرات غياب الرقابة حتى أصبح الحصول على مخدرات ترفع مزاج الفوضى أمرا سهلا في الساحة العراقية البلد الذي تحول لمنتج بعد أن كان مصدرا أو منفذا في بدايات مشوار التهريب والمكوك الميليشيوية المتمدد كل هذا يأتي في قوائم الاستخلال لظروف البلاد المشغلة في أكثر من ملف محترق بالخفايا ما بين فساد وترهل ونفوذ ومصالح وأطمع خارجية واقتتال على الساحة الداخلية طمعا بمائه ونفطه والحصول على سلاح فتاك يسهل إنتاجه في العراق إنتاجا لا مثيل له في بلدان أخرى فهنا تجد إيران ضلتها في صناعة الفتنة وهذا ليس تحليلا إخباريا أن ما يؤكده أصحاب القرار في العالم الغربي أمريكا على وجه التحديد يكشف تقرير وثقه مختصون أن ثروة الميليشيات المفلتة أو بعضها تأتي من زراعة المخدرات التي استغلت مساحات محررة من بعض المناطق العراقية من قبضة تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر